تروع مازال قائم بأذرع تركيا قطرية وإيرانية في بعض دول المنطقة؟ يعني دعينا نضع إيران جانباً إيران هذه قصة أخرى الفكرة الأساسية أنه أنه نظر الإيران كراعية الإسلام الشيعي ونظر التركية كراعية الإسلام السني وتقديم النموذج التركي كمثال هادن ملهم واجب التطبيق هذه نزع بقالها 20 سنة على الأقل في السياسة الأمريكية ومن هنا يمكن أن نفهم اندفاع إردوجان حتى في لحظة صعوده الأولى لتمتين العلاقات مع إسرائيل ومع عشرون وغيره وزيارته للنصب التذكاري للمحرقة وإلى آخره في هذه الفترة كان هناك تفاهم كبير جدا لكن أمريكا طبعاً عندها مصالح دائمة وليست لديها صدقات دائمة أنه حتى في مصر كان الحكم المصري وقتها تابعاً للسياسة الأمريكية من امتياز حكم مبارك حتى لا يخدع أحداً نفسه لكن ببساطة المصالح فوق الصدقات لدى السياسة يعني المشروع يتغير ولا لسا زي ما هو يوصد لا المشروع قائم ما دامت أدواته قائمة إذا أنت فرضت أدوات أخرى أو ضاعاً أخرى السياسة الأمريكية ليست سياسة إلهية خاصة مع التطورات التي تجري على المصرح الدولي والزحف الصيني وتراجع أمريكا من مكان القوى العظمى بألف ولا من التعريف إلى قوى عظمى بين متعددين نعم من هنا مساحات الحركة حائلة وقضية الثورة في المنطقة عموماً طبعاً الثورة ليست هوايات وليست هاشتاجات ولا أشياء من هذا القبل وليست حتى مؤامرات قد توجد في الثورات مؤامرات لكن المؤامرات لا تنشئ ثورات إلا في أحوال مستجيب الثورات تنشأ حين تنعدم فرص الإصلاح ومن هنا ضرورة الحرص على أنه تستطراد في تطوير الإصلاحات الأساسية اتنين أن ظاهرة الإسلام السياسي وأنا لا أحب هذا التعبير عموماً يعني ولا حتى أحب إكمال تعبير الإخوان المسلمين لأنها يمطوع على قدر من احتكار الإسلام ليس قائماً أنا لكي يكون الأمر مفهوماً الإخوان الإخوان قوة رجعية ببساطة في التحليل الاجتماعي قوة مضادة للثورة توافرت لدائها قوة هائلة جداً في المجتمع المصري منذ مال الأوضاع في مصر ولدى من بيدهم الأمر بعد حرب أكتوبر إلى الصداقة مع الإخوان وإلى رعاية الإخوان ونشأت جماعة الإخوان وتضخمت بملياردراتها وأدوتها من العنف في ظل سياسة انفتاح السدح مدح ومتلاه هذا كلام لكلنا يذكر أنا حين كنت طالباً في الثانوية أواصل سبعينيات من القرن العشرين كنت أقرأ مجلة الدعوة في الشارع والاعتصام والمختار الإسلامي وغيرها رغم أنه رسمياً كانت جماعة الإخوان محظورة كفى نفاقاً يعني وكفى نفاقاً أيضاً في شرح التاريخ المصري بطريقة مشوعة تصور أن الأوضاع قبل صور الثلاثة عشرين يولا 1950 كانت الجنة التي أخرجنا منها ما يسميه الإخوان حكم العسكر هذا كلام لا يخدم سوى جماعة الإخوان لا وتاريخياً هذا غير صحيح وتم وغير صحيح لكنه لا يزال يتردد للأسف هنا الفكرة الأساسية عندي أنه ظاهرة الرجعية الدينية إذا أردنا التقريب هي تعبير أيضاً عن أزمة مجتمع علاقة الإخوان بالمخابرات البريطانية ووصولها للمخابرات الأمريكية هذه مؤكدة بلا شبه الإضافات التي أضافتها تسريبات هيلاري كرونتون أنه مورسي كان بيتصل وكان يستشير في أعادة تركيب الداخلية وإعادة 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 عداء المخابرات الأمريكية للجيش المصري ورغبتها في تبكيكه مثبتة في وصائق الويكيليكس وغيرها يعني ده مسألة ليست وقبل حتى حكم الإخوان حتى لا يخدع عنا أحد النفس فهنا الفكرة الأساسية اللي استعانى بالإخوان كأداء داخلي إيه الخطأ في هذه الرؤية كما قلت من قبل فكرة أن الإخوان لهم شعبية ميكانيكية ليست صحيحة الإخوان في رأيي وهذا رأيي قديم منذ كتاب الأيام الأخيرة الذي صدر طبعاته الأولى 2008 ليس مثل لديهم شعبية ميكانيكية هذا طفح جلدي نتيجة أزمة تطور المجتمع المصري المجتمع المصري تحجز في خنأة شديدة جدا منذ بدأ الانهيار العظيم عقب النصر العظيم في حرب أكتوبر 1973 حصل انهيار شامل حصل تفشي الفساد ونحب ثاني المصر بعد النحب الأول بعد استدانة الخدوة